لم يكن لهذه الجسور أن تمتد وأن ترى النور وأن نرى هذا التطوير دون رؤية ثاقبة ومتابعة حثيثة لكافة التفاصيل لهذا العمل الكبير وذلك إدراكا من وزارة قطاع الأعمال العام لأهمية وقيمة هذا المشروع ليس فقط لشركة جسور ولكن أيضا للقطاع الخاص بالدولة المصرية لما يوفره من فرص عديدة للتوسع في الإنتاج من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم والآن مع كلمة معالي السيد الأستاذ هشام توفيق وزير الأعمال العام فليتفضل سيادته أستاذ الدكتور نصفان قبولي دولة رئيس الوزراء السيدات السادة الوزراء السيدات والسادة الحضور الكريم إنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم لنحتفل معا بثمرة جهود دامت لمدة تزيد على ثلاثة أعوام في أعادة هيكلة واحدة من أهم الشركات المصرية العريقة التي كان لها أثرا كبيرا في نمو الصدرات المصرية حيث تم وضع نموذج عمل جديد للشركة بيقوم على خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين من القطاع الخاص وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تمتلك أدوات التعامل مع الأسواق الخارجية تصديرا واستيرادا الخدمة الأولى هي التسويق والترويج للمنتجات لدى تجار الجملة في أكبر المراكز التجارية العالمية عبر المنصة الإلكترونية الخدمة الثانية بتتعلق بتوفير حزبة متكملة من الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى خدمتين التمويل والخدمات المصرفية والتأمين تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية إحنا كان عندنا 23 فرع أغلبهم في أفريقيا 16 فرع في أفريقيا بالإضافة لبعض الدول العربية وفرنسا إحنا ركزنا على 14 فرع فقط منهم تمانية في أفريقيا رحنا البرازيل رحنا لولايات المتحدة بالإضافة لفرنسا بنفتح في ألمانيا ومخطط روسيا بإذن الله دبي الهند ماليزيا والصين بنفتح النهاردة ستة منهم غانا الكاميرون السودان المغرب جنوب أفريقيا غانا الكاميرون السودان فرنسا دبي والصين تمت مراجعة أساليب العمل تغييرها تماما لتعتمد على مدير محلي احنا قبل كده كنا بنبعث مصري في الدول بيروح يقعد سنتين ثلاثة ويرجع على بال ما يعمل النتورج بتاعه وبيبقى رجع قلنا لا احنا عايزين نختار من أجود الكفاءات اللي موجودة في كل سوق وبييجي بالنتورج بتاعه ما بديش من الصفر وكده بنضمن الاستدامة نموذج العمل مبني على انه يبقى فيه مدير محلي وعدد صغير جدا من السيلزمن وبعد كده بنعتمد على جلبين للخدمة النموذج ده بيعتمد على فيه سالري صغيرة جدا والباقي كله بيجي من الكوميشنز على البيئة فكنات نضمن ان المصالح واحدة مش حد قاعد نايم وبياخد فلوس على الفاضي فهدفنا هو تكوين شبكة من الوقلاء في الدول المحيطة دولة المركز زائد 3 اربع دول حواليها يعني ده مركز اقليمي للتسويق والبيع من ناحية الخدمات اللوجستية زي ما الزميل تفضل قال احنا تعاقدنا مع 15 من مقدمي هذه الخدمات الشركات العالمية كلها تعاملنا معها ما بين النقل البري داخل مصر من قدام بيت من قدام ورشة المصدر الى المينة التزيير الشحن البحري والجوي التخليص الجمركي الفحص التغزين كل دي خدمات بيعملها موفر خدمة بسيربس لبل اجريمنت ومتابعة قريبة جدا بالاضافة لخدمات المصرية احنا البنك اللي بنتشرف ان البنك الاهلي المصري هو بنك الشركة بشبكة المرسلين وشبكة البنوك اللي تتعامل معاه واحنا اضفنا لهذه البنوك الافرياجزن بنك بنك التنمية الافريقي والتزيير والبنك الاسلامي للتمية الشبكة دي هي بتقوم بالتحولات بتقوم بالتمويل تمويل سواء الـ pre export finance للمصدرين بتوعنا اللي ربما يكونوا محتاجين رأس مال عامل عشان يكبروا البزنس بتاعهم الى تمويل البيع بالاجل في الدول المستوردة بالتعاون مع البنوك اللي هي بنوك المشترين برضو تعاقدنا مع شركة مصر التأمين الشركة الوطنية لتقديم الخدمة التأمين من ساعة البطاعة ما بناخدها من قدام الورشة ورشة المصدر الى حين وصلها وقيامنا باستلام الفلوس في دولة الشراء المنصة الالكترونية اخدنا وقت شوية في تطويرها علشان نوصل اللي احنا وصلنا له بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية احنا اخدنا اللايسنس بتاعتنا من مايكروسوفت وشركة وادي النيل بالاضافة هي السيسلم انتجريتر قعدنا يمكن سنة ونص بنشتغل عليها بنتوارها لحد ما وصلنا للمستوى اللي احنا رجين عنه النهاردة تم تدريب كافة الموظفين والبرانش مانجز على نظم العمل الجديدة والنهاردة الاطلاق الاول يوم عمل من بكرة هنبتدي نتابع باذن الله مهمة المدير الفروع الستة يجبوننا اكبر عدد من الوكلاء وتجار الجملة في الاسواق وده الكي بي اي بتاعهم اللي هنتبعهم ويعني بنأمل ان احنا نصل لعدد كبير من الوكلاء اللي بيشتغلوا طبعا على اساس بي تو بي وبيشتغلوا باحجام كبيرة مش احجام صغيرة لا يفوتني هنا ان ان اتوجه بالشكر لشركاء النجاح من المجالس التصدرية الغرف السماعية غرف تجارية جهاز سمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جمعيات رجال الاعمال اه وغيرهم على عظيم تعاونهم في نشر الوعي بين اعضاؤهم باهمية وكافية تسجيل منتجاتهم على الكتالوج اه يعني من غيرهم ما كناش نقدر اه نسجل احنا سجلنا الف ومتين تقريبا اه منتج دول اللي تم تأهلهم يعني او تقدم لنا الف وخمسمية بس اه تلتمية اه ما كملوش ورقهم الف ومتين كملوا ودول حطوا اكتر من خمستاشر الف منتج بنتدي بيهم الشغل النهاردة اه زي ما قلت اه شركاء النجاح مقدمي الخدمات التكنولوجية اه انسباير وادي النيل مايكروسوفت اه ام بي اس مقدمي الخدمات الجسية دولت كتيرة جدا مش مش هقدر اقولهم البنك الاهلي المصري شركة نص التأمين من غيرهم لم يكن ممكنا ابدا الاصول لما قالت اليه اليوم لتكون بحق شركة جسور هي بيت المصدر المصري اتوجه بخالص شكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستهم المستمر لجهود وزارة قطاع الاعمال العام في اصلاح واعادة هيكلة الشركات التابعة ليها اه وعلى تشرفه ورعايته لاطلاق اول ستة مراكز للشركة والمنصة الالكترونية اه اليوم اه اخيرا وليس اخيرا بوجه الدعوة للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للاصراع بتزقيل منتجاتهم احنا بنسجل اه الشركات والمنتجات بفلوس ما بناخدش حاجة وكل اللي بناخده هو ساكساس فيه عمولة بتاعة البيع والتسويق اه والخدمات اه قليلة جدا عشان نضمن ان احنا نعرف نبيع في الاسواق بره ونقدر ان احنا نكبر اه البزنس لالشركاتنا من قطاع الخاص فاااآ اه نجاحنا هو من نجاحهم مش هنقدر نكسب على حسابهم احنا مجرد وسطاء بناخد عمولة زغيرة بس اعداد كبير بازن الله يمكننا ان احنا نغطي مصارفنا اه ونكسب احنا اه 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 فيعني بدعوا الشركات اه اه الاصراع بتسجيل منتجاتهم اه اه العملية سهلة جدا وفيه فيديوهات على الويب سايت بتاعنا www.jusour.com.eg بيوضح للشركات إزاي تقدر أنها تسجل بمنتهى السهولة وذلك حتى يتسنى لمصر لتحقيق الهدف الذي وضعه في خامة الرئيس للوصول إلى هدف 100 مليار دولار صدرات بإذن الله والله وليه التوفيق شكرا